اشتركوا في القناة للباطل جولة وأيّة جولة وللحق دولة ولدولة الحق صولات وصولات وصولات وهذه صولة من صولاتها الإعلامية المعرفية والثقافية إنها صولة القمر في مواجهة الزيف كله والدجال كله والضلال كله في واقعنا الشيعي الديني المتمثلي بالمذهب الطوسي الشافعي المعتزلي المرجئي البتري إنه مذهب مراجع حوزة النجف وكربل الطوسية مذهب الجهالة والسفاهة والقذارة واللصوصية الحلقة الثامنة وثمانون بعد الثلاثمائة من برنامج الخاتمة الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة إمام زماني كهفي وحرزي وموئلي ومعتمدي عبدك مغلوب فانتصر يا قائم آل محمد قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ مججان الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها لا إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين الشذوذ الجنسي الظاهرة واضحة في المذاهب الدينية العباسية المذهب الطوسي مثالا هذا عنواننا الكبير وأما عنواننا الصغير المذهب الطوسي وظاهرة الشذوذ الجنسي وبينت لكم من أن الحديث سيكون في عدة مستويات تقدم الحديث في المستوى الأول المستوى العقائدي والفكري نظريا وعمليا وحدثتكم عن الذي جاء في كتاب الأسفار الأربعة لصدر الدين الشرازي ومرت التفاصيل وانتقلت بعد ذلك إلى المستوى الثاني المستوى الفتوائي المرجعي نظريا وعمليا وكان الكلام في أمثلة فتوائية لم يكفي الوقت كي أكمل الحديث بخصوصها بقية المستويات سيأتي ذكرها تباعا إذن نحن نتحدث في هذا العنوان المذهب الطوسي وظاهرة الشذوذ الجنسي في المستوى الثاني وهو المستوى الفتوائي المرجعي نظريا وعمليا أبدأ حديثي من كلمة لرسول الله صلى الله عليه وآله أقرأ عليكم من مستدرك الوسائل للمحدث النوري المتوفى سنة 1320 للهجرة هذه الطبعة طبعة مؤسسة آل البيت قموا المقدسة هذا الجزء الرابع عشر ومن الصفحة السابعة والأربعين بعد الثلاثمائة إنه الحديث الرابع عشر عن النبي صلى الله عليه وآله إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وهكذا يحذرنا فماذا تقولين يا نجف إنني أخاطب الحوزة الطوسية لا شأن لي بالنجفيين غير الحوزويين حين أتحدث عن النجف إنني أتحدث عن نجف الطوسيين نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله يقول إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط فلترتقب أمتي العذاب إذا تكافى الرجال بالرجال والنساء بالنساء العذاب ليس بالضرورة أن يكون في صورة صواعق تنزل على رؤوس اللوطيين من السماء والذين يكثرون سوادهم وبالمناسبة فإن الحال في الجنس مع النساء يشارك في الجنس مع الرجال كما فعل هو في قوم لوط علم الرجال أهل واط وعلم النساء السحاق العذاب العذاب هو الضلال لأن الضلال حقيقته العذاب الضلال هو الذي يقودنا إلى العذاب إن أخوف إن أخوف ما أخاف على أمتي والشيعة يعدون أنفسهم أنهم هم أمة النبي وإن كان الحديث ينطبق على الشيعة وعلى غيرهم لأن ظاهرة اللواطي منتشرة في الوسط الشيعي وفي الوسط السني وهذا أمر ليس خافيا لا على عموم الناس ولا على خواصهم ولكن أمورا في الحياة لا يتحدث عنها الناس أنا أتحدث عنها لا أبالي لأنني في مقام الصدع بالحق في مقام الصدع بالحق ليس هناك من مجاملات وليس هناك من مغازلات وليس هناك من مراعاة لفلان أو للجماعة الفلانية إنها عملية السلخ كما نقول في تعابيرنا الشعبية العراقية صلخ عملية الصدع بالحق هكذا تكون وإلا فلا يقال لهذا الأمر إذا كان مبنيا على المجاملة وعلى المدارات إلى أبعد الحدود لا يقال لهذا صدع بالحق الصدع بالحق هو صدع بالمرارة بشيء مر على السامع والمتلقي هذا هو الصدع بالحق لأن للحق مرارة عاقبتها حلاوة بينما الباطل له حلاوة عاقبتها مرارة فارق كبير بين الأمرين إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط فلترتقب أمتي العذاب إذا تكافى الرجال بالرجال والنساء بالنساء نذهب إلى فاصل يا من يعلم مراد المريدين يا من يعلم ضمير الصامتين يا من يسمع أنين الواهلين يا من يرام كالخائفين يا من يملك حوائج السائلين يا من يقبل عذر التائبين يا من لا يصلح عمل المفسدين الغاف يا دائم البقاء يا سامع الدعاء يا باس العطاء يا غافر الخطاء يا بدية السماء يا حسن البلا يا جميل الزلام يا قدیم السلام يا كثير الوفاء يا شريف الجزاء سبحانك يا الله 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 و حددتكم عن الفتوى الخوئية القذرة الوسخة والتي مضمونها جواز اللعب بالعورات يجوز للرجال أن يلعبوا بعورات بعضهم البعض ولكن من وراء الثياب ومن دون إثارة الشهوة أدري شنو هو لعب شطرانج دومينو طمخ ريزة حجنجلي بجنجلي هذا شنو اللعباء يلعبون على أي حال فتاوى مراجعنا العظام دامت ظلالهم الوارفة على أدبار على رؤوس المسلمين سبق لساني هكذا السؤال هل يجوز لمس العورة من وراء الثياب من الرجل لعورة رجل آخر ومن المرأة لعورة أخرى لمجرد اللعب والمزاح لاعب بريء كبراءة الأخندي من سرقة مال الخمس لمجرد اللعب والمزاح مع فرض عدم إثارة الشهوة الخوئي يقول لا يحرم في الفرض والله العالم أقرأ عليكم من الجزء الثاني من كتاب صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات أشرت إلى الطبعة وتفاصيلها في الحلقة الماضية أجواد التبريز وهو مرجع من تلامذة الخوئي يكمل هذه الفتوى بتعليقة يحرم مع الشهوة والتلذذ أو كان في البين مهانة الخوئي قال لا يحرم مع فرض عدم إثارة الشهوة هو أعاد الكلام نفسه قال يحرم مع الشهوة والتلذذ وأضاف شيئا أو كان في البين مهانة خلاصة الكلام يا أيها الشيعة بإمكانكم أن تلعبوا بأعضائكم التناسلية فيما بينكم جميعا فأعضاء المؤمنين التناسلية واحدة ألا يدخل أحدكم في جيب أخيه كي يأخذ ما يحتاجه من المال على نفس هذا السياق إذا كان محتاجا لللعب والمزاح فليمد يده على الأعضاء التناسلية لأخيه الذي بجانبه أدري سبح يسبح به منع الوالد هذا هو الفقه الطوسي فعرفوا بعده عن نقاء دين العترة الطاهرة مر الكلام في هذه القذارة الخوئية القبيحة وعرضت بعد ذلك نموذجا آخر من فتاوى الشذوذ الجنسي ما جاء من فتوى في الموقع الرسمي الألكتروني لمحمد صادق الروحاني من المراجع من تلامذة الخوئ وعرضت عليكم صورة الموقع وصورة الفتوى صورة السؤال وصورة الجواب ما حكم ادخال الزوجة شيء في دبر الزوج أثناء المداعبة إلى آخر السؤال الجواب باسمه جلت أسماؤه هذه الطهارة توضع جنب النجاسة باسمه جلت أسماؤه طهارة أما جواب محمد صادق الروحاني نجاسة بتمام معنى النجاسة لا إشكال في ذلك بين الزوج وزوجته أدري مؤخرة الزوج حقيبة جنطة تخلي بها فتحاجة سلة لا معنى لهذا الكلام إلا الذي بينته لكم إنه اللواط الصناعي يجوز اللواط الصناعي لكم يا أيها الشيعة فافرحوا وارقصوا هذه الخدمات الجليلة تقدمها لكم المرجعية الطوسية الرشيدة ما حكم إدخال الزوجة شيء أدري هي متوازية تريد تدخل لها حاجة في دبر زوجها قلت لكم هذا السؤال عوام مشيعة لا يسألونه صدقوني حتى من غير المتدينين عوام مشيعة لا يفعلون هذا حتى من غير المتدين هذا يفعله أصحاب العمائم لأنهم سرسرية ساقطين حتلية خنازير وشرحت لكم ما شرحت في الحلقة الماضية ما حكم إدخال الزوجة شيء في دبر الزوج أثناء المداعب سألني سألني أحد الشباب الكويتيين لكنني لا أحكي لكم الحكاية الآن سأحكيها لكم في الحلقات القادمة حينما أحدثكم عن حالة الإنخداع عند الشيعة إنهم هم الذين يساعدون أصحاب العمائم في أن يخدعوهم الموضوع في هذه الحلقة ليس هو هذا إنني أريد أن أعرض لكم نماذج من فتاوى الشذوذ الجنسي وقد بينت لكم معنى هذا المصطلح في برنامج الشذوذ الجنسي ما خالف دين العترة الطاهرة في الشؤون الجنسية من حياتنا اليومية ما يرتبط بالعلاقات الجنسية إن كان بين الرجال والنساء أو بين الرجال والرجال أو بين النساء والنساء نحن نقرأ في أحاديث العترة الطاهرة وقرأت هذا عليكم إنني أقرأ عليكم من الجزء العاشر من تهذيب الأحكام لمحمد بن الحسن الطوسي إنه مؤسس المذهب الطوسي المتوفى سنة 460 للهجرة هذه الطبعة طبعة مكتبة صدوق طهران إيران في الصفحة الثانية والستين إنه الحديث السادس بسنده عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور قال سألت أبا عبد الله الصادقة صلوات الله عليه عن اللواط فقال بين الفخذين هذا هو اللواط وسألته عن الذي يوقب عن الإلاج عن الإلاج في فتحة الدبر فقال ذلك الكفر بما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وآله أين تضعون هذه الفتوى الفسوى حتى الفسوى شيء كثير عليها أين تضعون هذه القذارة والنجاسة في جنب ثقافة العترة الطاهرة سأقرب لكم الفكرة بمثال من أحاديثه هذا كتاب الكافي إنه الجزء الثالث من طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان في الصفحة الحادية والعشرين في الباب الثاني عشر إنه الحديث الثالث بسنده بسند الكليني عن إبراهيم بن أبي محمود من أصحاب إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه إبراهيم بن أبي محمود يقول سمعت الرضا صلوات الله عليه يقول يستنجي والاستنجاء هو التطهر في بيت الخلاء في بيت قضاء الحاجة يستنجي الذي يذهب إلى قضاء حاجته يستنجي ويغسل ما ظهر منه على الشرج ولا تدخل فيه الأنملة حينما يستنجي الإنسان لتنظيف الموضع من الغاط الإمام يقول إن الاستنجاء لظاهر البدن لا تدخل في فتحة الدبر الأنملة الأنملة إنه الجزء الأول من الأصابع رأس الأصابع الأنملة إما أن تقال لأعلى الأصابع أو للجزء الأول من الأصابع فهكذا يقول إمامنا الرضا بالنسبة للمستنجي الذي يريد أن يتطهر من وسخ الغائط في بيت الخلاء قال يستنجي ويغسل ما ظهر منه على الشر ولا تدخل فيه الأنملة الأئمة يثقفوننا بهذه الثقافة هذه الرواية معروفة جدا بين الشيعة في زمان الأئمة وفي زمن الغيبة الأولى ولذا فإن الكلين رواها في الكافي ورواها الصدوق أيضا في الفقه هذا هو الجزء الأول من كتاب الفقه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة في الصفحة الحادية والثلاثين إنه الحديث الخامس والعشرون وقال الرضا إلى أن يأتي في الحديث ولا يدخل فيه الأنملة رأس الأصبع وهذا الكلام رواه الطوسي أيضا في تهذيب الأحكام وهذا هو الجزء الأول من طبعة مكتبة صدوق طهران إيران في الصفحة الثامنة والأربعين إنه الحديث السابع والستون يستمر إلى صفحة التاسعة والأربعين عن إبراهيم بن أبي محمود عن الرضا إلى آخر الحديث ولا يدخل فيه الأنملة ورواه الطوسي أيضا في الاستبصار وهذه الطبعة هي الطبعة الأولى 2008 ميلادي مؤسسة الأميرة للطباعة والنشر بيروت لبنان في الصفحة الخامسة والثلاثين في الباب الحادي والثلاثين إنه الحديث السادس والأربعون بعد المئة بسنده عن إبراهيم بن أبي محمود إلى آخر الحديث حيث المنع عن إدخال الأنملة أثناء الاستنجاق هذا المعنى شائع جداً في الثقافة الشيعية ولذا فإن الكتب الأربعة التي عليها مدار الاستنباط في الأجواء الشيعية ومدار الاعتماد على أحاديثها يتكرر الحديث في الكتب كلها هذا يشعرنا أن الأئمة يثقفوننا بهذا الاتجاه فاللواط ما بين الفخذين أما حينما يصل الكلام إلى الدبر فذلك الكفر بما أنزل الله على نبيه محمد صلى الله عليه وآله هذه المضامين قد يراها البعض ليست مهمة لو كانت غير مهمة لما تحدث عنها الأئمة بهذه الكثرة وبهذا الوضوح إنهم يريدون أن ينشئ لنا ثقافة سليمة حتى نستطيع أن نشخص هؤلاء الشياطين وما يصدرون لنا من فتاوى من فساوى القذارة والنجاسة والانحطاط الخلقي نذهب إلى فاصل اللهم إني أسألك باسمك يا ستار يا غفار يا قهار يا جبار يا صبار يا بار يا مختار يا فتاح يا نفاح يا مرتاح سبانك يا لالغا الغفر يا من خلقنی و سوانی يا من رزقنی و ربانی يا من طامنی و سقانی يا من قربنی و ادنانی يا من عصمنی و کفانی يا من حفظنی و کلانی يا من عزنی و اغنانی يا من وفقنی و هدانی يا من آنسنی و آبانی و آبانی يا من أماتنی و احيانی و احيانی سبانك يا من قربنی و من اللوات الصناعي الى الزنا الصناعی الّذی یعرف بالتلقیح الصناعی حیث تتحقق عملیت صناعة اولاد الزنا عبر فتاوى المرجعیت السستانیتی و الّذینا يوافقونه على هاذا القول و من الّذینا يوافقونه على هاذا القول و لده محمد رضا الّذی يستعد الان تماما الاستعداد للمرجعیتی من بعد ابيه كی يستمر ها الفساد و تستمر هاذی الفتاوى القذر الّتي هي مصداق واضح من مصاديق الشذوذ الجنسی بحسب المصطلح الّذی استعمله فی ها البرنامج التلقیح الصناعی له صور انا اتحدث عن صورتین مخالفتین لكتاب الله وحديث العتر اجازهما السستانی وولده محمد رضا مرجع المستقبل الصورة الاولى يُؤتا بمن رجل لا علاقة للمرأة به اتحدث عن علاقة شرعیه فالمرأة علاقتها الشرعیه في الشأن الجنسی تنحصر بزوجها فیؤتا فیؤتا بمني رجل قد يكون شیعیًا قد يكون سنیًا قد يكون يهوديًا قد يكون نصرانیًا قد وقد وقد قد يكون شاذًا جنسیًا قد وقد وقد كل هذا لا تعبأ به فتاوى السستانی وفتاوى ولده المهم أن يؤتا بمني رجل كي تلقح به بيضة امرأة في المختبر في الأنابيب و بعد التلقيح تزرع تلك البيضة الملقحة في رحم المرأة فعينما تلد هذا الولد الذي ستلده يحسب ولدها لكنه لا يحسب ولد زوجها إذن هذا ابن زنى ما هو السستانی هكذا يقول يقول هذا الولد يلحق بصاحب النطفة فليس هناك من ميراث فيما بينه وبين زوج المرأة ما هو هذا ابن زنى لو كان ابن حلال وما هو بابن حرام لصار ابنا لزوجها لماذا لا يكون ابنا لزوجها لأنه ما هو بابنه هو ابن حرام هو ابن صاحب الماني هذا هو الذي يقوله السستاني لكنه يحلل ذلك الصورة الثانية المشكلة عند المرأة فهي بحاجة إلى بويضة سليمة فيأتا ببويضة من امرأة أخرى ويحلل السستاني أن يأتا ببويضة من أمها أو من أختها أو من خالتها يأتا ببويضة من أم الزوجة وتلقح بمن الزوج ثم توضع في رحم بنت الأم التي جاء بالبويضة منها ولقحت بمن زوج ابنتها هذا يجوزه السستاني هذا الذي يخرج ما هي هويته التلقيح الصناعي عملية صناعية لتكوين أبناء الحرام لا تلقوا بالنظر على هذه الجهة فقط اجمعوا كل التفاصيل من عشق الغلمان كي نعرف الله كي نحب الله إلى اللعب بالعورات ما بين الرجال والنساء إلى اللواة الصناعي اجمعوا كل هذا لا تنظروا إلى قضية بمعزل عن قضية أخرى هذا منهج هذا مذهب وسألوا أنفسكم هل الدين الذي لأجله ركضت الحوافر على صدر الحسين هو هذا سيكون الحسين سفيها إذا كان الدين الذي ركضت حوافر الخيول على صدره لأجله هو هذا سيكون الحسين سفيها والحسين ليس كذلك هل هذا هو الدين الذي لأجله قدم محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما القرابينة والقرابين هل هو هذا هذا الدين هذه مقحبة هذه مقودة هذه قذارة هذه بؤرة من الشذوذ الجنسي المقرف هذا ما هو ديننا هذا ما هو دين العترة الطاهرة هذا المذهب الطوسي العباسي القذر ملامح الدين العباسي واضحة على المذهب الطوسي إنها ملامح الشذوذ الجنسي لنستمع إلى أخضير المدني وهو يحدث الشيعة في حرم الحسين عن هذه القذارة والنجاسة هاي عملية أطفال الأنابيب جائزة لا موجا عزا تار أطفال الأنابيب يخذون بويضة من الزوجة بويضة تسليمة ما بهشي فيخذون بويضة من زوجته وتلقح بمني الرجل بحويم الرجل خارجه وتزرع في رحم الزوجة هاي نفس العملية ما بيأشكال هاي لا بأس بها ما بيأشكال يتحدث عن الرجل الذي لا علاقة للزوجة به عن رجل أجنبي عن الزوجة وهذا ما سيوضحه رشيد الحسيني تقول أقدر أنه بويضة اللي اللقحها بحيمن رجال يعني رجل وإن كان أجنبي اللقحها بالبويضة ويخلون البويضة في رحمي أنا والطفل يكبر ببطني يمكن ذلك أو لا الجواب نعم الجواب نعم لا إشكال في تلقيح البويضة مع حيمن الرجل الرجل الأجنبي حتى العلوج الأجنبي ولكن خارج الرحم يعني التلقيح يصير في الأنابيب وإلى أخضير المدني أيضا تارى المرأة مثلا ما عندها بويضات أو ما تصلح للتخصي فيقولون للمرأة وزوجها ناخذ لكم بويضة من امرأة أخرى وهي البويضة اللي مو من زوجته من امرأة أخرى تلقح بحوية من الرجل بالخارج وتزرع أيضا في رحم الزوجة إذن البويضة مو من المرأة من امرأة أخرى يصير هاي العملية نعم ها ما يصير أيضا حتى لو كانت البويضة هذه من أخت الزوجة يصير من أم الزوجة هم يصير نعم الأحواط إنه ما يصير أو ما يجوز إذا كانت هذه البويضة مأخوذة امرأة من محار من الزوج يعني أم الزوج ما يصير أخت الزوج ما يصير عمت الزوج ما يصير محارم الزوج ما يصير أيضا على الأحواط على الأحواط إذن هذه العملية ما بها شكال من محارم الزوج على الأحواط هناك مجال القضية ليست قطعية على أي حال هذا هو التلقيح الصناعي فضعوه إلى جانب اللواط الصناعي إذا أردتم أن تعرفوا بعضا من مصادر فتاوى السستاني هذه وفتاوى ولده هذه بعض المصادر منهاج الصالحين الرسالة العملية للسستاني وهذا هو الجزء الأول هذه الطبعة الطبعة الرابعة ألف وتسعمية أو ستة وتسعين مكتب سماحة آية الله العظمى السيد السستاني دام ظله صفحة أربعمية واحد وستين التلقيح الصناعي هذه المسائل موجودة على صفحة أربعمية واحد وستين أربعمية واثنين وستين إذا أردتم الرجوع إليها لا أجد وقتاً لقراءة كل التفاصيل وإنما وضحت لكم المطلب بما يكفي كما أعتقد مصدر آخر فقه الحضارة الدكتور محمد حسين علي الصغير وهو من أصدقاء السستاني ومن القريبين منه وهذا الكتاب توزعه مؤسسات السستاني ومكاتبه لأنه رسالة عملية ولكن بتنظيم وترتيب من محمد حسين الصغير هذه الطبعة طبعة دار المؤرخ العربي بيروت لبنان الطبعة الأولى الفين ميلادي وهو يذكر في صفحة التاسعة من أن مصادر المعلومات التي ذكرت في هذا الكتاب هكذا يقول وكانت مصادر هذا البحث تعتمد مؤلفات السيد دام ظله منهاج الصالحين بأجزائه الثلاثة وهذا الجزء الأول ذكرته لكم والمسائل المنتخبة وفقه المغتربين والمستحدثات من المسائل الشرعية يضاف إليها آراء سماحة السيد التي تلقاها المؤلف بشكل مباشر من السستاني وجملة من الفتاوى الخطية المصورة في حوزة المؤلف إذا ذهبتم إلى صفحة 19 العنوان التلقيح الصناعي والتخصيب من صفحة 19 إلى صفحة 23 وبعدها يأتي الكلام عن أطفال الأنابيب وعملية الاستنساخ فهناك تفصيل في الكلام في هذا الكتاب فقه الحضارة لمحمد حسين الصغير أما محمد رضا السستاني فعنده كتاب مفصل في هذا الموضوع وسائل الإنجاب الصناعية دراسة فقهية محمد رضا السستاني طبعة دار المؤرخ العربي بيروت لبنان الطبعة الثالثة 2012 ميلادي هناك تفصيل واستدلال وشرح وبيان لإثبات هذا الهراء الذي تحدث عنه أخضير المدني ورشيد الحسيني هذا الموضوع ناقشته بشكل تفصيلي في برامجي يمكنكم أن تذهبوا إلى الشبكة العنكبوتية وتكتبوا اسمي وتكتبوا مع اسمي التلقيح الصناعي فهناك حلقات وهناك بيانات ارتبطت بهذا الموضوع تحدثت فيها طويلا وبنحو مفصل تارة وبنحو موجز مجمل تارة أخرى أعتقد أن الصورة صارت واضحة عن المراد من التلقيح الصناعي إنه زنا صناعي ضعوه جنب اللواط الصناعي مراجعنا العظام هؤلاء هم مراجعنا العظام هكذا نقرأ في كتاب الفقيه وهذا هو الجزء الثالث من كتاب فقيه من لا يحضره الفقيه للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة وهذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة صفحة 559 إنه الحديث الثالث والعشرون عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله لن يعمل ابن آدم عملا أعظم عند الله عز وجل من رجل قتل نبيا أو هدم الكعبة التي جعلها الله عز وجل قبلة لعباده أو أفرغ ماءه في امرأة حرامة قد يضحكون عليكم فيقولون لكم من أن الحديث يتناول موضوع الإفراغ الجسد المباشر أن الرجل يفرغ عن طريق أعضائه التناسلية يفرغ ماءه في المرأة هذا الكلام موجود في الحديث لكن الحديث حديث العترة وما هو بحديث سفيه وسخيف وسطحي لا معنى له مشكلة مشكلة الزنا ليس في الممارسة الجنسية بما هي هي هذا يشكل جزءا جانبيا من المشكلة مشكلة الزنا فيما يتولد عن الزنا أضرار العملية الجنسية المحرمة بما هي هي تنعكس على الشخصين الممارسين لكن موضوع صناعة إنسان من الزنا هذا هو الذي سيترك آثار كبيرة على الواقع الإنساني لأن الأحاديث تخبرنا من أن آثار الزنا ستبقى إلى النسل السابع وهذا سيؤدي إلى انتشار آثار الزنا في المجتمع الإنساني أحاديث أهل البيت هي التي أخبرتنا من أن آثار الزنا في الولادات في المولودين من الزنا تبقى نجاسة الزنا عندهم تنتقل من جيل إلى جيل إلى الجيل السابع الجيل الثامن يتخلص من آثار ذلك الزنا الحكاية خطيرة فحينما يتحدث النبي ويقول أو أفرغ ماءه في امرأة حرام النبي لا يتحدث عن الضرر الأصغر وهو ما يصيب الممارسين الرجل والمرأة من آثار نفسية أو أخلاقية أو غير ذلك وإنما يتحدث عن الضرر الأكبر هذا هو منطق العترة وإلا سيكون الحديث سخيفا وسفيها إذا كان النبي صلى الله عليه وآله يقصد العملية الجنسية بحدود الممارسة بين الرجل والمرأة من دون النظر إلى عواقبها الخطيرة فإذا كان النبي ناظرا إلى عواقبها الخطيرة فإن تلقيح بويضة المرأة بمني رجل أجنبي هذا زنى لأن النتيجة واحدة الأمور بخواتيمها الحقيقة واضحة جلية لكن ماذا نصنع مع هؤلاء الذين سلبت بصيرتهم لقد أنتجت هذه الفتاوى التلقيح الصناعي الكثير من أبناء الزناء الصناعي في المجتمع الشيعي قرأت عليكم قبل قليل تأريخ طباعة الرسالة العملية وهي الطبعة الرابعة سنة 1996 ومنذ ذلك التأريخ وإلى الآن مقلدو أسستاني يذهبون إلى كل مكان من الذين لا ينجبون يبحثون عن المن المحسن اعرضوا لنا فيديو بنك السائل المنوي عبر الفضائية الفرنسية هذه الوجوه قد يوجد أبو أحد الأطفال عبر العالم فالدنماركيون هم أكبر من يتبرع بسائله المنوي هذا الشاب العطل عن العمل يقدم مرتين في الأسبوع سائله المنوي لأحد البنوك المختصة أول ما يدفعني هو الربح السهل للمال ثم إنه رائع أن نساعد أشخاص لا يمكنهم الإنجاب حسب طريقة السائل المنوي ونوعيته يمكن للشاب الحصول على ما بين 30 إلى 70 يورو الأجر يرتفع أكثر إذا كشف عن هويته تعرفون إذا كنت مكان الأطفال الذين سيولدون سبحث عن أبي البيولوجي هؤلاء الأشخاص هم القوة الضاربة لهذه الشركة الدنماركية في الخارج يولد ما يزين عن الألف بفضل هذه الطريقة هذا سيرسل إلى بروكسل وهذا إلى مقدونيا وهذا إلى إسرائيل نوزع السائل المنوي في 60 دولة عدى القطب الجنوبي في البداية كانت شركة كريوس تتعامل مع العيادات فقط لكنها أصبحت تبيع السائل المنوي مباشرة لزبائنها عبر شبكة الأنترنت في كوبنهاجم ذهب البنك الأوروبي للسوائل المنوية بعيدا فهو يسمح لزبائنه بالاطلاع على قائمة الأشخاص الذين يبيعون سائلهم المنوي وكذلك الاطلاع على طولهم ووزنهم ولون عيونهم ومستواهم الدراسي وحتى الصورة المستقبلية للطفل ويمكن أيضا سمع صوته لكن هل تسعى البنوك من وراء ذلك إلى انتقاء السلالات؟ نسعى إلى تحسين النسل فنحن نترك الزبون يختار كما يشاء كما نختار شركاءنا في الحياة وفي فرنسا تتعامل ما يقارب أربعمائة امرأة مع بنوك السوائل المنوية الدنماركية لكنها عمليا غير شرعية أذكركم بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله لن يعمل ابن آدم عملا أعظم عند الله عز وجل من رجل قتل نبي وقاتل النبي هو من أبناء الزنا من رجل قتل نبي أو هدم الكعبة وهادم الكعبة من أبناء الزنا من رجل قتل نبي أو هدم الكعبة التي جعلها الله عز وجل قبلة لعباده أو أفرغ ماءه في امرأة حرامة القضية أعتقد أنها باتت واضحة وجلية وبينة وعرفتم مقصدي حينما أقول من أن المذهب الطوسي مذهب عباسي ومن أوضح معالم وملامح ذلك ملمح الشذوذ الجنسي في هذا المذهب وعلى عدة مستويات حدثتكم عن المستوى العقائدي والفكري نظريا وعمليا وها أني مستمر في حديثي عن المستوى الثاني المستوى الفتوائي المرجعي نظريا وعمليا نذهب إلى فاصل يا من يحق الحق بجلماته يا من يقبل التوبة عن عباده يا من يحول بين المر وغلبه يا من لا تنفع الشفاة إلا بإذنه يا من هو وآلم بمن ظل عن سبيله يا من لا معقبل حكمه يا من لا راد لغضاءه يا من انقاد كل شيء لهم يا من يا من السماوات ومطویات به يمين يا من يرسل رياح بشرن بين يدي رحمة رحمة سبه سبه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة صباح شبر يحدثنا عن فتاوى الخوئي الفيديو الاول الأب الأخ أبناء الأخ وأبناء الأخت العم الخال هؤلاء يحرم التزاوج بينهم يعبر عنهم بالمحارم المحارم يجوز للمرأة أن تتكشف أمامهم لكن لا بشكل مطلق ما بين السرة إلى الركبة يستر ما فوق السرة وما تحت الركبة لا يجب ستره طبعا هذا في الوضع الاعتيادي يعني هناك أوضاع خاصة ربما تحصل تستدعي خلاف ذلك الحين مثلا أخت وشابة تريد تظهر مثلا صدرها كله أمام مثلا أخوتها أو أمام أبيها أو عمها أو خالها كحكم أولي جائز لكن أحيانا يكون تلاحظ هذه القضية قد مثلا تستنتج نتائج غير حسنة في الوضع الاعتيادي الوضع المتعارف المرأة يجوز لها أن تظهر ما فوق سرتها وما تحت ركبتها أمام المحارم هذا الذي يتحدث عنه صباح شبر بحسب ما يقول الخوع وصباح شبر ذهب إلى جهة الاحتياط وإلا فتاوى الخوع في أنه يجوز للرجل أن ينظر إلى محارمه إلى أمه إلى أخته إلى بنته إلى محارمه إلى التي يحرمن عليه يجوز أن ينظر إليهن بشكل كامل ما عدا الفرج والدبر ما عدا القبول والدبر هذا هو الرأي الأصل للخوع ولكنه ولكنه يحتاط فيما بين السرة والركبة فهذا الذي تحدث عنه صباح شبر تحدث في جهة الاحتياط بحسب ما يقول الخوع وهذا مبين في أجوبته على الأسئلة التي أجاب عليها في سنواته الأخيرة من عمره هذا هو الجزء الثاني من الكتاب نفسه الذي قرأت منه ما قرأت بخصوص فتوى اللعب بالعورات صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات إذا ذهبنا إلى الصفحة السابعة والثلاثين بعد المئتين هناك مسألة برقم ستمية وثمانية وتسعين هل يجوز للرجل أن ينظر إلى امرأة من محارمه إلى ما بين السرة والركبة ما عدا القبل والدبر بدون تلذذ وريبة الخوء قال لا يجوز ذلك على الأحواط على الأحواط ما هي بفتوى قطعية فالذين يقلدونه يستطيعون أن يذهب إلى غيره وغيره من الفقهاء والمراجع كلمتهم معروفة من أنه يجوز للرجل أن ينظر إلى محارمه أن ينظر إلى أمه إلى بنته إلى أخته أن ينظر إلى جميع جسدها عارية ما عدا القبل والدبر وهذا هو الرأي المعروف عند الحوزة الطوسية عند سائر مراجع الحوزة الطوسية القذرة نفس الشيء إذا نذهب إلى صفحة 245 رقم السؤال 734 من المعلوم أن الرجل لا يجوز له أن يتزوج منكوحة أبيه لكن هل يجوز له أن ينظر إلى جميع بدنها عداء العورة وهل يجوز لها أن تنظر إلى بدنه كذلك وهل يختلف الحكم إذا كانت ولادة هذا الشخص بعد مفارقة أبيه لهذه المرأة الخوء يقول المحارم حكمهن سواء فهي كالتي ولدته الحديث عن منكوحة أبيه كما لا فرق بينه وبين من ولد بعد مفارقتها عن أبيه والأحوط لزوما هذا احتياط والأحوط لزوما ستروا ما بين السرة والركبة على النساء حتى عن المحارم مرزا مرزا جواد التبريز يقول إذا لم يكن نظرا التذاذيا شهويا فلا بأس به كما في النظر إلى سائر الموارد وفي كون ما بين السرة والركبة عورة للمرأة مطلقا تأمل بل منع فقهاء الشيعة لا يقولون بأن ما بين السرة والركبة لا يجوز للرجل أن ينظر إليه من أجسام وأجساد محارمه لا يقولون بهذا القول وإنما يحرم النظر إلى القبل والدبر فأم الرجل إذا كانت عارية ووضعت يدها على قبلها وعلى دبرها فيجوز للولد أن ينظر إلى أمه لأنها من محارمه وهكذا بالنسبة لأخته وهكذا بالنسبة لجدته وهكذا لسائر المحارم فمجرد أن تضع المرأة يدها على قبولها ودبرها سيكون خلفها فيجوز حينئذ للرجال أن ينظر إلى أجساد المحارم هذه فتاوى مراجع الشيعة والأمر هو هو في صفحة مئتين وثلاثة وخمسين رقم السؤال سبعمية وأربعة وسبعين ما هي حدود عورة المرأة بالنسبة إلى محارمها الخوء يقول هي القبول والدبر هذا هو الأصل وكذا من السرة إلى الركبتين على الأحوات هذا أمر احتياطي احتياطي التبريز يقول جواد التبريز يضاف إلى جوابه قدس سره هذا بالنسبة إلى الرجال المحارم وأما بالنسبة إلى النساء فعورتها هي القبل والدبر خاصة والله العالم خلاصة القول الرأي الشائع والمعروف بين مراجع المذهب الطوسي في الحوزة الطوسية النجفية أنه يجوز للرجل أن ينظر إلى محارمه ما عدا القبول والدبر ما يقوله الخوع ما بين السرة والركبة على نحو الاحتياط ولاحظتم رفض ميرز جواد التبريز لكلامه قال فيه تأمل بل منع فإن عورة المرأة هي القبل والدبر مثل ما قلت لكم لو وضعت يدها على قبولها فإنه يجوز للرجال أن ينظر إليها من المحارم نذهب إلى الفيديو الثاني ل صباح شبار ثم بالنسبة للمحارم المحارم أبوها أخوها عمها خالها ابن أخوتها ابن أخوها المحارم هؤلاء لا يجب عليها أن تتستر منهم إلا ما بين السرة والركبة هذا المقدار أما ما طوق السرة وما تحت الركبة فلا إشكال فيه يعني الحين الركبة حد الركبة أو شوية أنزل السيد الخو رحمه الله قال كأنه الرقبة تنستر شوية أنزل حتى عن المحارم يعني الأم بالنسبة لابنها الأخت بالنسبة لأخيها لا تخلي الثوب أعلى طبعا بالمناسبة ربما هناك رأي هناك رأي أنه أكثر من هذا يعني الأورى فقط عن المحارم لكن السيد الخو يقايل من السرة إلى الركبة حتى عن المحارم فوق السرة تحت الركبة عادي يجوز أيضا بالعنوان الأولي هذه هم خلي نقولها قبل مدة الصحف كانت الصيح على واحد أنه قايل خلي ما أدري الأخت شوية تراعي الوضع بالنسبة لأخيها وبالأول أنت قاعد تحجي كذا الأخت إحنا ما نقول الأخت لازم تتحجب عن أخيها لكن تكون القضية بشكل اللي لا نعوذ بالله يصير فيها إغراء وأمثاله أحيانا قد يصير تجاوز ترتب نفسها بطريقة وكذا اللي موعدلة تصير أموما كمسألة شرعية تستر احتياطاً ما بين السرة والركبة يقول حد الركبة أو شوية أنزل إلى آخر الكلام شوية أنزل يعني مثلاً أصبع أصبعين شقد يعني هذا كلام كله هراء في هراء الشيء المعروف عند فقهاء الحوزة الطوسية فهم يجوزون النظر إلى أجساد المحارم ما عدا القبل والدبر وقرأت عليكم ما قرأت من أن الرأي الأصل عند الخوع الذي يقطع به فإن العورة تنحصر في القبل والدبر ما فوق ذلك ما يتحدث عنه صباح شبر ما بين السرة والركبة هذا على نحو الاحتياط السيستاني هذا هو الجزء الثالث من منهاج الصالحين من الطبعة نفسها التي أشرت إليها إنها الطبعة الرابعة ألف وتسعمية أو ستة وتسعين مكتب سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني دام ظله في الصفحة الحادية بعد العاشرة إنها المسألة الثالثة بعد العاشرة يجوز للرجل أن ينظر إلى جسد محارمه ما عدا العورة من دون تلذذ شهوي ولا ريب وكذا يجوز لهن أن نظر إلى ما عدا العورة من جسده بلا تلذذ شهوي ولا ريب والمراد بالمحارم من يحرم عليه نكاحه الفتوى واضحة يجوز للرجل أن ينظر إلى جسد محارمه ما عدا العورة من دون تلذذ شهوي ولا ريب يفهم من كلامه أن التلذذ على نوعين هناك تلذذ شهوي وهناك تلذذ ليس شهويا فهذا يعني إذا ما نظر إلى أجساد محارمه بتلذذ لكنه ليس شهويا فلا إشكال في ذلك كلامه هكذا يقتضي هل كانت عبارته قاصرة أم أنه يقصد هذا وعادة عودنا السستاني على أن فتاوى هي الأبعد الأكثر بعدا عن دين العترة الطاهرة لذلك ستكون الأقذر فهي الأقذر من بين كل الفتاوى التي سأعرضها عليكم الخوعي أضاف احتياطا إلى أصل الفتوى فجعل ما بين السرة والركبة من العورة احتياطا السستاني وقف عند العورة وجوز النظر بشرط أن لا يكون بتلذذ شهوي ولا ريبة حينما وصف التلذذ بالشهوي هذا يعني أن تلذذ آخر هناك نوع آخر من التلذذ ما هو هذا أنا لا أدري حقيقة ولكن قد يفهم هذا من كلامه وإنما أقول هذا القول لأنني تعودت أن أجد فتاوى السستاني هي الأبعد عن دين العترة إذا أردت أن أقايسها بمن سبقه من المراجع أو بمن يعاصره الآن ففتاوى السستاني هي الفتاوى الأقذر والأوسخ والأبعد عن دين العترة الطاهرة صادق الشرازي من المراجع المعاصرين القذارة هي القذارة والوسخ هو الوسخ هذه رسالته العملية المسائل الإسلامية مع المسائل الحديثة صادق الشرازي هذه الطبعة الحادية والعشرون ألف أربعمية أو تسعة وعشرين هجر قمري الطبعة الحادية والعشرون سنة ألف أربعمية أو تسعة وعشرين هجر قمري إنها طبعة مطبعة شريعة قموا المقدسة فماذا يقول صادق الشرازي صفحة أربعمية وأربعة وأربعين رقم المسألة ألفين سبعمية وأربعة وثمانين يجوز للرجل والمرأة المحرمين أن ينظر إلى بدن الآخر ما عدا العورة يعني القبل والدبر إذا لم يكن بقصد اللذة ويقولون واحد تافل بحلق الآخر وأنا أقول لا واحد مخرب حلق الآخر القضية هكذا الكلام هو هو عند أخيه محمد الشرازي المسائل الإسلامية محمد الشرازي هذه الطبعة الخامسة والعشرون لسنة ألف وتسعمية وأربعة وتسعين طبعة دار العلوم بيروت لبنان إذا ذهبنا إلى باب أحكام النظر صفحة ستمية وتسعة رقم المسألة ألفين وستمية وسبعة عشر يجوز للرجل والمرأة المحرمين أن ينظر إلى بدن الآخر ما عدا العورة القبل والدبر إذا لم يكن بقصد اللذ ولم يكن خوف الفتنة هي بنفسها أثبتها صادق الشرازي فصادق الشرازي صدا لأخيه محمد إذا لم يكن بقصد اللذ وقطع الكلام هنا في فتوى محمد الشرازي هذه الإضافة ولم يكن خوف الفتنة الكلام هو عند محمد الصدر هذه رسالته العملية الصراط القوين طبعة دار الأضواء بيروت لبنان الطبعة الأولى ألف وتسعمية وثمانية وتسعين ميلادي الكلام هو هو صفحة ميتين وتسعة رقم المسألة خمسمية وثلاثة وخمسين وكذا يجوز للرجل النظر إلى محارمه من النساء وبالعكس وبالعكس يعني أن النساء ينظرن إلى الرجال فيما عدا العورة بالشرط المذكور بالشرط المذكور الذي تقدم ذكره في المسألة ما لم يكن عن تلذذ وريبة هذا هو الشرط المذكور هم يشربون من آنية واحدة هذا هو المذهب الطوسي وطريقة الاستنباط هي طريقة الاستنباط الشافعية وكذا يجوز للرجل النظر إلى محارمه من النساء وبالعكس فيما عدا العورة بالشرط المذكور ما لم يكن عن تلذذ وريبة روح الله الخميني تحرير الوسيلة وهذا هو الجزء الثاني من طبعة دار التعارف للمطبوعات في الصفحة الثالثة والعشرين بعد المائتين إنها المسألة السابعة بعد العاشرة يجوز للرجل أن ينظر إلى جسد محارمه ما عدا العورة إذا لم يكن مع تلذذ وريبة والمراد بالمحارم من يحرم عليه نكاحه من جهة النسب أو الرضاء أو المصاهرة وكذا يجوز لهن النظر إلى ما عدا العورة من جسده بدون تلذذ وريب المنهج هو المنهج وإذا ما رجعتم إلى بقية المراجع فإن الكلام هو الكلام يجوز للرجل أن ينظر إلى محارمه ما عدا القبل والدبر وكذلك بالنسبة للنساء يجوز لهن أن ينظرن إلى محارمهن ما عدا العورة القبل والدبر أنا اخترت لكم نماذج من المراجع مسالكهم مختلفة فجئتكم بالخوئ وجئتكم بالسستان لأنه المرجع الأعلى في أيامنا هذه وجئتكم بصادق الشيراز وجئتكم بمحمد الشيراز وجئتكم بمحمد الصدر وجئتكم بروح الله الخميني اتجاهات مختلفة لكن الجميع على المذهب الطوسي الجميع يستنبطون الأحكام بنفس الطريقة الطوسية الشافعية ولذا فإن النتيجة واحدة هذا هو الذي يجري على أرض الواقع اعرضوا لنا فيديو يتحدث فيه رشيد الحسيني عن نفس هذا الموضوع المسألة الأولى أنه هل يجوز للشخص أن ينظر إلى أخواته وعماته وخالاته وأمه وبناته أكثر من الشعر واليدين والكفين والرجلين يعني بشكل واضح نذكر المسألة الشخص يقول سيدنا أنا أروح أسبح ويا عائلتي ويا أخواتي وعماتي وخالاتي مسبح وهذه بالمسبح على أي حال ملابس سباحة فهل يجوز ذلك الجواب نعم يجوز ذلك بشرط عدم الشهوة يعني بنتي أختي عمتي زوجتي أمي تلبس ملابس سباحة وتسبح فيجوز الإنسان المحرم أن ينظر إليها ولكن بلا إشكال أن يكون بلا شنو بلا شهوة يعني سيدنا شلون جواب ما بيشلون جائز ذلك جائز ذلك ولكن باستثناء العورة وراضح هذا ما يحتاج إلى توضيح هذا بعد ما يحتاج إلى توضيح مثل ما يقول الرجل لأن جميع المراجع يقولون بهذا القول مثل ما قال هو نعم يجوز ذلك بشرط عدم الشهوة يعني بنتي أختي عمتي زوجتي أمي تلبس ملابس سباحة وتسبح فيجوز للإنسان المحرم أن ينظر إليها ولكن بلا إشكال أن يكون بلا شنو بلا شهوة ملابس السباحة المايوهات يعني والآن المايوهات أصبحت ستيان وبكيني وفي الحقيقة هي عبارة عن خيوط خيوط و قطعة من الدنتيل المخرم التي لا تتجاوز سبعين أو ثلاثة أصابع هي هذه هذه ملابس السباحة خيوط و قطعة صغيرة من الدنتيل السؤال هل ذوق العترة الطاهرة هو هذا هل هذا دين العترة الطاهرة حتى لو أن مراجعنا لم يحقق هذا عملية أنا لا أريد أن أحاكم الناس على أعمالهم أنا أتحدث في الجانب النظري في الجانب الفكري الدين عقيدة ونظريات بعد ذلك يتحول إلى تطبيق عملي فأنا لست مسؤولا عن التطبيق العملي أنا أتحدث عن هذه الفتاوى وعن هذه الآراء وعن هذه المعتقدات ابتداء مما قرأته عليكم في الأسفار وانتهاء إلى هذا الكلام فأقول هل هذا هو دين العترة أنتم ماذا تقولون سأقرأ عليكم ماذا تقول العترة لكن المنهج الطوسية يرفض حديث العترة أقرأ عليكم من تفسير القمي الذي يرفضه المنهج الطوسي يرفضونه يرفضون أحاديث الأئمة في تفسير القمي هذه طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان إمامنا الباقر يفسر لنا الآية الحادية والثلاثين بعد البسملة من سورة النور ولابد أن تعرف من أن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يوصوننا أن نعلم النساء سورة النور ويوصون النساء أن يتعلمن سورة النور لماذا لما فيها من الأحكام والتفاصيل هذه الآية الحادية والثلاثون بعد البسملة والتي أولها وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن إلى آخر ما جاء في الآية لست بصدد تفسير الآية وإنما أضرب لكم مثالا من دين العترة وقارنوا بين دين العترة الذي أطالبكم أن تعودوا إليه والذي يوصف بالدين الماسوني من قبل هؤلاء القذارة من قبل الطوسيين في حوزة النجاف قارنوا بين هذا الدين الماسوني وبين دين مراجعنا العظام مثل ما قلت لكم هذه هي الآية الحادية والثلاثون بعد البسملة من سورة النور عند هذه الجملة من الآية ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ماذا يقول إمامنا الباقر عند هذه الجملة ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها الإمام سيقسم الزينة إلى ثلاثة أقسام زينة المرأة الظاهرة بشكل عام وزينة المرأة مع محارمها من الرجال وزينة المرأة مع زوجها هذا هو فقه العطرة واستمعوا إلى متانة قول إمامنا الباقر وقارنوا فيما بينه وبين قول وفتاوى مراجعنا العظام الإمام الباقر هكذا يقول في قوله وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا فهي الثياب الملابس التي تتستر بها المرأة فهي الثياب والكحل في العين والخاتم في اليد وخضاب الكف والسوار السوار الذي يكون ملتصقا بالكف هذه الزينة الظاهرة والزينة ثلاث زينة للناس وزينة للمحرم وزينة للزوج فأما زينة الناس فقد ذكرناه ذكرت الثياب والكحل والخاتم وخضاب الكف والسوار وأما زينة المحرم فموضع القلادة فما فوقها يعني ما فوق الثديين موضع القلادة يكون دون نهاية الرقبة فموضع القلادة فما فوقها يعني ما فوق الثديين والدملج وما دونه الدملج زينة المرأة التي تضعها في عضدها هنا يعني من العضد فما دون والخلخان وما أسفل من زينة المرأة في نهاية رجلها وأما زينة الزوج فالجسد كله قطعا قد تكون هناك حالات في داخل البيوت فيما بين النساء والمحارم كأن تكون البيوت ضيقة تتألف من غرفة واحدة هناك أمور يمكن أن يتوسع فيها العمر لكن بنحو محدود بنحو محدود وهذا الكلام لا أقوله اقتراحا من عندي وإنما استنادا للأحاديث والروايات فأنا لست بصدد إيراد كل النصوص جئتكم بمثال قارنوا بين جمالي كلامي إمامنا الباقر الذي يضعفونه يرفضونه لماذا يرفضونه لأنهم يعتمدون المنهجة الطوسية القذرة النجسة الوسخ ولذا فهو ينتج هذه الفتاوى الوسخة أعيد قراءة الرواية عليكم إمامنا الباقر يقول في قوله في قوله تعالى وَلَا يُبْدِينَ زِينَةَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا فَهِيَ الْثِيَابُ وَالْكُحْلُ وَالْخَاتَمُ وَخِضَابُ وَالْكَفِّ وَالْسِوَارُ وَالزِينَةُ ثَلَاثُ زِينَةٌ لِلنَّاسِ وَزِينَةٌ لِلْمَحْرَمِ وَزِينَةٌ لِلزَّوْجِ فَأَمَّا زِينَةٌ نَّاسِ فَقَدْ ذَكَرْنَاهَا فقد ذكرنا وَأَمَّا زِينَةُ الْمَحْرَمِ فَمَوْضِعُ الْقِلَادَةِ فَمَا فَوْقَهَا وَالْدُمْلُجُ وَمَا دُونَهُ وَالْخَلْخَالُ وَمَا أَسْفَلُ مَنْ وَأَمَّا زِينَةُ الزَّوْجِ فَالْجَسَدُ كُلُّهُ وَحَقِّ الحُسَينِ هذه كلماته هذه عباراتهم وألفاظهم تلاحظون المتانة والدقة والجمال والحكمة تلاحظون العفة واضحة في هذه الكلمات الشريفة قارنوا بين هذا وبين مزبلة فتاوى المراجع الطوسية أين هذا مما يقوله رشيد الحسين وقول رشيد الحسين ما هو بقوله هو ناقل لما يقوله المراجع الطوسيون رجاء أعيد لنا فيديو رشيد الحسين وأتمنى على المشاهدين أن يقارنوا بين ما يقوله رشيد الحسين وما هو بقوله شخصيا هو قول سائر مراجع الشيعة من الأموات والأحياء قارنوا بينما يقوله في هذا الفيديو وبينما قرأته عليكم من تفسير القمي الذي يضعفه هؤلاء المراجع ويضعفون هذا الحديث الذي هو دال على نفسه بنفسه من أن دين العترة هكذا يتكلم وهذا الذي يتكلم به رشيد الحسيني ويتكلم به مراجع النجف الطوسيين هو كلام الشيطان هذه الرسائل العملية هذه كتب الشيطان كتب الله وحديث الله وحديث آل الله هي هذه هذه التي أقرأ عليكم منها مواثيق وعهود ونصوص دين العترة الطاهرة رجاء أعيدوا بث الفيديو المسألة الأولى أنه هل يجوز للشخص أن ينظر إلى أخواته وعماته وخالاته وأمه وبناته أكثر من الشعر واليدين والكفين والرجلين يعني بشكل واضح نذكر المسألة الشخص يقول سيدنا أنا أروح أسبح ويا عائلتي ويا أخواتي وعماتي وخالاتي مسبح وهذه بالمسبح على أي حال ملابس سباحة فهل يجوز ذلك الجواب نعم يجوز ذلك بشرط عدم الشهوة يعني بنتي أختي عمتي زوجتي أمي تلبس ملابس سباحة وتسبح فيجوز الإنسان المحرم أن ينظر إليها ولكن بلا إشكال أن يكون بلا شنو بلا شهوة يعني سيدنا شلون جواب ما بيشلون جائز ذلك جائز ذلك ولكن باستثناء العورة وأضح ذلك بعد ما يحتاج إلى توضيح أعتقد أن المقارنة إذا قارن بإنصاف بينما يقوله أصحاب العمائم الطوسية وما تقوله أحاديث العترة الطاهرة فإنه سيصل إلى نتيجة واضحة هناك انفصام حاد وواضح فيما بين دين العترة وبين دين المراجع الطوسي والسبب واضح قد بيّنته لكم وبنحو تحقيقي وتدقيقي شامل إنه المذهب الطوسي النجس القذر الذي أسسه محمد ابن الحسن الطوسي سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة حينما انتقل من بغداد إلى النجف وأسس الحوزة الطوسية اللعينة المشؤومة النجسة القذرة أتحدث عن نجاسة معنوية وعن قذارة معنوية الواقع التاريخي السابق يخبرنا عن هذا والواقع العملي الحاضر يحدثنا عن هذا وإلا هناك سؤال لماذا 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 مدينة النجف هي المدينة الأولى لواطيا في العراق الأكثر لواطا في العراق مدينة النجف العراقيون يعرفون هذا ولماذا ثانية لماذا إذا دخلنا إلى النجف فإن مساحة اللواط تتركز عند أولاد المراجع وأحفادهم وأصهارهم وأسرهم وعند أبناء الأسر العلمية كما يصبونها وهذا وهذا الأمر يعرفه النجفيون النجفيون الآن كثيرون منهم يتابعون برنامجي هذا لا يمكن أن أخرج على الأقمار الصناعية وببث مباشر وأنا أكذب على الذين يتابعون برامجي العراقيون يتابعون هذا البرنامج والنجفيون يتابعون هذا البرنامج قطعا لا أقصد الجميع ولكن هناك أعداد كثيرة تتابع هذا البرنامج من العراقيين عموما أو من النجفيين خصوصا لماذا مدينة النجف هي المدينة الأولى لواطيا في العراق ولماذا إذا دخلنا النجف فإن اللواطة ينتشر في أجواء المعممين لا ينتشر في أجواء عوام النجفيين لماذا ينتشر في عوائل المعممين لماذا ينتشر في مدارس الحوزة الطبسية بين المعممين لماذا ينتشر اللواط هناك وسأثبت ذلك لكم بالأدلة وبالوقائع وليس في زماننا هذا حتى في الأزمنة المتقدمة سأثبت هذا لكم بالأدلة والوثائق التي لا مجال للشك فيها مثلما أعرض عليكم الحقائق الآن سأعرضها عليكم قلت لكم هذا البرنامج مشحون بالمعلومات ومشحون بالوثائق التي لا مجال للتشكيك فيها النتيجة فضيحة مجلجلة للمذهب الطوسي القذر النجس قلت لكم قبل قليل من أن فتاوى السستاني هي الأقدر أقرأها عليكم مرة أخرى استمعتم وشاهدتم فيديوات الفتوى الأقدر هي فتوى السستاني لأنه هكذا قال يجوز للرجل أن ينظر إلى جسد محارمه ما عداء العورة يعني القبل والدبر من دون تلذذ شهوي والهاريبة بإمكانه أن يتلذذ ولكن من دون شهوة أليست هذه هي الفتوى الأقدر من بين مجموعة الفتاوى القذرة التي تلوتها على مسامعكم ماذا تقولون أنتم لا أقول أنصفوني ولا أقول أنصف الحقيقة أنصف أنفسكم أنصف أنفسكم فلا أطالبكم أن تنصفوني فلست بحاجة إلى إنصافكم أنا أؤدي وظيفة الشرعية في خدمة إمام زماني وإمامي هو الذي ينصفني إمامي هو الذي يكرمني إمامي هو الذي يرحمني إمامي هو الذي يعفو عني إمامي هو الذي يعلي شأني إذا كنتم مستحقا لذلك أنا لا أطلب شيئا منكم أنا أؤدي وظيفتي لكنني أقول لكم أنصف أنفسكم لا تنصفوا الحقيقة ولا تنصفوا العلم ولا تنصفوا دين العترة أنصفوا أنفسكم أنصفوا أنفسكم لماذا تذهبون في طريق الضلال وطريق أئمتكم واضح صريح موجود لماذا يمكنكم أن تصلوا إلي تابعوا برامجي لا تتبعوني ولا تصدقوني ولكن استعينوا ببرامجي كي تعرفوا الحقيقة لأنني لا أضحك عليكم وحق ضلع الزهراء ولا أكذب عليكم وحق ضلع الزهراء ولا أدلس في كلامي وحق ضلع الزهراء ولا أعرض لكم وثيقة لستم متأكدا منها ربما قد يفوتني شيء ربما أعرض عليكم في قادم الأيام وثيقة ليست دقيقة لكنني أعاهدكم أنني سأبحث بدقة إذا أخطأت فذلك شأن بشري إلا أنني أخبركم من أنني ما أعرضه عليكم من الوثائق في برامجي السابقة وما عرضته في هذا البرنامج وما سيأتي وهو كثير في بقية حلقات هذا البرنامج هذه الوثائق حقيقية لقد تتبعتها ودققت فيها وقت الحلقة انتهى يصلني عتاب من هنا ومن هناك من أن الحلقات قصيرة ليست كحلقات البرامج السابقة نحن في شهر رمضان أنا أترك لكم فرصة أتحدث عن توقيت النجف لأن التوقيت الرسمية لقناة القمر هو التوقيت المحلي لمدينة النجف الأشرف مدينة النجف هي وطننا الأصل لا أتحدث عن هذا لأنني عراقي مدينة النجف مدينة شيعة علي وآل علي هي موطننا الأصلي ولذا فإن توقيت برامجنا الرسمي في قناة القمر هو بحسب مدينة النجف الأشرف فأنا أترك مجالا فيما بين نهاية البرنامج وبين وقت الأذان والإفطار هذا هو السبب الذي يجعلني ملتزما بساعتين فقط إذا صارت فسحة من الوقت ربما يتمدد وقت الحلقات شيئا فشيئا أقول لأخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي من غير الطوسيين اللعناء ومن غير أتباعهم الدخيين الخوثان الثولان الأغبياء أسألكم الدعاء جميعا نلتقي غدا إن شاء الله في أمان الله